اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عزيز بقى انت قصتك حكاية يعني انت قصتك قصة زي ما بيقولوا يعني حكايتك حكاية عرفني بنفسك انا عزيز او عبدالعزيز بس بيسموني عزيز منه انا صغير فمتحود على عزيز عزيز مرفق اشتركوا في المجال الثقافي والفني كعامل مش كفنان وكمان بحترف التصوير كهواية يعني فمعنديش اي معارض اي حاجة كده يعني مهمة في دا المجال بس انا بحبه يعني كهواية يعني بتحببني في الحياة وتعرفني على جوانب كتير ما بعرفه اش يعني فبالنسبالي المجال الثقافي والفني هو مجال مهم جدا في حياتي وهو يعني انا دارس اساسا هندسة اتصالات بس سيبت كله ورايا اتصالات؟ نعم وسيبت كله ورايا ودخلت المجال الثقافي والفني لانه بهمني جدا وحسيت نفسي فيه طيب انت الوقتي بتقولي انك بتشتغل في المجال بتاع الفن بس مش مش كفنين انت بتعمل فيه دي دي لا مش فاهمة بصوت اولي احكي لي انا انا بشتغل في مؤسسة ثقافية في صنعة اسمها البايزمنت واسمها جاي من شكله اندرغرامد ارت اه اندرغرامد ارت واندرغرامد بلدنج فده كان مبنى هو تبع مكتب هندسي وكان بيعملوا فيه كل اسبوع في عالية ثقافية وفنية فبعدين المكتب تتأفل واللي حصل انه يعني الراجل مؤسس المكتب اللي هو خريج جامعة ام اي تي وهو لي فالرسمه البحكم انه طبعا معماري انا في حاجة ان سينا نقولها اوه خالص الناس ممكنت تكونوا ما خدبالها اوكي انت من يمن انت كل الكلام ده بتكلم عن انت المؤسسة دي اصلا في اليمن اه في اليمن. اوكي. فكان تقفل المكتب وبقي المكان كندوات ثقافية وفانية. وكنا احنا بنشتغل من من وحدنا يعني ما كناش يعني كان مبادرة ذاتية مننا ان احنا نكمل الشغل ونخلي المكان شغال. فمع الوقت تطورت وتحولت لكيان مستقل يعني عن عن المكتب تماما فكنا عايزين ندي الكيان ده اسم. فالكيان كان نسميه اصطلاحا البايزمنت. فقلنا خلاص هنسميها البايزمنت وخلاص يعني مش لازم نسميه اسم فاخم ولا. وده طبعا خلانا يعني في مجال يعني ضمن موجة انتقادات بانه ليه بايزمنت ليه مش اسم عربي ولا كده فقلنا لهم يعني هو كل ما اتفق عليه كل ما اتفق عليه كل ما تواطأ كل شيء تواطأ الناس فيه يعني وسموه بمصطلح معين فده يتحول جزء من اللغة. فلما يتحول جزء من اللغة خلاص ما ما يبقاش اسم مش لوكل يعني سيبقى لوكل تماما. فعليه فعليه سميناها المؤسسة التلبيسمنت التقافية فاضفنا التعريف للدلالة على انها يعني اتوطنت في في الحياة العامة اليمنية. طب انت يعني انت الوقتي آآ ليسه تشتغل معي انا ليسه باشتغل ريموتلي ولسه معي شغل كتير اكمله وآه يعني بس آآ يعني يعني شغلي كله ريموتلي فانتقلت للقاهرة وكنت حارس تماما على عنده الشغل اكمله وما يكونش في اي مشاكل. بس خلاص ما يعني ما فيش فعاليات فنية زي الاول ولا بقت كلها فعاليات ثقافية اكتر. هو في فني وفي ثقافي يعني في آآ هي هي تلات محاور. المحور الاول اللي هو المحور اللي هو الثقافي او او الليكتشر او السيمينار او. اه. ما معرفش نسميها ايه بالزبط. بس آآ هي محاضرة. اوك. والمحور الثاني اللي هي المزيكة. اه. والمحور الثالث اللي هي آآ المعارضة الفني او ايا كان يعني اي حاجة نارضها يعني. طيب هي الحاجات الفنية اللي بتتعرض او اللي بتتناقش او يعني في جميع المحاور الثلاث محاور. هل هي علاقة باليمن بس ولا بالمنطقة العربية ولا يمكن بالعالم كله. هي هي لها علاقة باليمن لانها في اليمن. بس آآ ده ما. انا اصد المعروضات نفسها يعني يمنية لفنانين اليمنين ولا يا انت فاهم قصدي. اه. هو هو ممكن يكون المجال متاح لكل الناس. بس آآ بحكم ان اليمن دلوقتي بلد معزول بسبب الحرب. آآ. فمحدش يدخل محدش يخرج. فآآ ده ده عامل لنا مشكلة انه ما عندنا مش تصعوبة في الاحتكاك مع العالم الخارجي فآآ المسألة بتتصعب شوية فكل يكون لوكل ومش لوكل حتى على مستوى اليمن. مستوى المدينة نفسي. على مستوى المدينة. وحياناً على مستوى مديريات معينة في المدينة. فده يشكل عندنا صعوبة شوية في ان احنا نوصل كل الوديونس اللي احنا عاوزين نوصله فنوصل لهم. فالوديونس بتاعتنا هما يعني مفتوحين يعني دمجة المفتوح والمواضيع بتاعتنا مفتوحة واحنا مش مركز يعني نقيم الأعمال الفنية. احنا نفك المجال للكل بحيث انه كل الناس يكون عندهم قدرة ان يج awesome. يعني ما عيدة كاشف. مخرجة ممثلة. وقاليتلي على حاجة غريبة جدا. قاليتلي ان كان عندها يعني دكتور في الجمعة ومدرس يعني. وهي كت في معهد سينما. كان مقتنع ان السينما حرام. طبعا يعني مفهمتش ازاي بس يعني تمام يعني. اه مكتنا كان وكان بيدرسها عمارة اسلامية بس. طيب. وبعدين انت حكيت لي برضو انه لما جيت في مصر قبل كافة 2013 كان عندك معينة. بس احنا في الوقت ده برضو كان بدأت تطلع الاصوات بتاعت كانت منتشرة جدا انه هي الاصوات موجودة بس عالية قوي اللي هي بتاعت التماثيل حرام الفن حرام الكلام ده كل. وهي فكرة انه انه اللي هي النظرة الدونية دي للفن بواجه عام. وخصوصا خصوصا لو لو الفن ده غير مفهوم او خصوصا الفن ده مش بيمثل ثقافتك نفسها ممكن بيمثل ثقافة حدا تاني وممكن يكون بيمثل ثقافة حدا تاني من بلدك وهكذا يعني. هل في اليمن يعني انا يعني المتوقع ان هو موجود في عالم كله بس هل في اليمن موجود بالقوة دي ولا? اه ده اقوى. خصوصا ان انت في في السين يعني. اقوى. اقوى بكتير. اقوى بكتير. فعلا. لانه ام يعني دلوقتي يعني عندك عدة اراء في في المجال الفني بس في معظم يعني يعني في في اراء اللي هي اراء اكاديمية تجاه الفن ده ده انا بتقبلها جدا بس اه في اراء اللي هي دينية او اه محافظة شوية ودي منتشرة كمان. فمش كل الناس اه بتشوف للفن زي ما احنا بنشوف له. ومش كل الناس بتعامل معي انا شخصيا كشخص عامل مجرد عامل. كشخص اه كويس بتعاملوا معي على ان انا شخص فاضي وبدمر حياتي. فما بالك بالفنان اللي هو مش ملاقي اساسا سوء يعني ينشر في عمله او او ينتج فيه بشكل كويس. فا اول يعني اول عائق يواجهو اللي هو الاهل. فلو عدى الاهل ده يبقى محصوص جدا. لانه الاهل هم الاول الحاجز الاول. لو عديته توصل للحاجز التاني اللي هو المحيط بتاعتك والمجتمع. اه. فالمجتمع يبدأ يسألك ده انت مستفيد ايه? انت بتعمل ايه? بس ده كمجتمع انما الفكرة النظر المحافظة الدينية كمان على الفن. هل دي منتشرة فقات معاينة من الناس ولا لا? مالهيش علاقة. منتشرة. لا انت فهم انت فرق. يعني مثلا في مصر هنا كانت اكدر منتشرة مثلا مع الناس السلفيين مع الناس اللي هو اللي في الطائر الاسلامي. اه. يعني يعني ما تلاقيش انه 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 تلاقي ممكن عائلات. ده فكرة. مش انه مثلا ممكن تلاقي في نفس العائلة حد مؤمن كده حد مؤمن كده حد مؤمن كده بغض النظر عن توجهاتهم السياسية او اللي انت فهم قصدي. انا بكلمك على كتوجه عائم. انت بتاني انه الموضوع اشد بكتير. فكرة الفن والنظرة دون ايه للفن. سواء دينية او غير دينية كنظرة مجتمعية يعني. بس طب ايه اوجه ال اه بيقولوا عليها ايه. ايه اوجه الاعتراض اللي انت بتشوفها طرح انت عامل في بتعمل يعني في الحقل الفني يعني في في اليمن. ايه اوجه الاعتراض يعني ممكن توصل ايه. لو قالك انت بتضيع وقتك او انت مش حارف بت بتضيع شغلك بتضيع حياتك انت معرفش انت تعمل شيء لا يمنونوش فايدة. في الاخرى ده كلام. يعني ممكن تاخد وتادي معا. انما اه يعني هل في اوجه تانية الاعتراض يا مثلا. هل ماanyوا كنت عاملين معرض قبل كده بعيدة منجم يوقفة غبيials yeah. انا فاكر في الفوين وتالعٌ في它的 فترة دي. احنا كنا وصلنا له الالالالاللعلان هو الفني كان ايه اه اى ممكن يحصل لو حاجة ممكن يهاجم. انت فاهم قصري? او انا اريد اعرف اكتر ب dólares في اليمن يعني انا انا ام عنديش فكرة خالص. هل هل حمل ايه gevلي يعني ممكن توصل لايه? الكلام الاول كان الكلام اللي كنت عاوز اقوله بشكل مهزف بس بما انه يعني الموضوع يعني الحلال والحرام ده موجود جدا موجود جدا والتيارات كلها يعني محرمة الفن وفيه تيارات بتعتبر الاعصار التاريخية كلها كف. بس خد بالك انا انا انت تعتقد زي ما انت عايز يعني انا مسلا ممكن اعتقد ان الست اللي قدامي دي حرام الراجل اللي قدامي ده وشه مش هجيب لي حرام لبسه حرام بس مش اروح اضرابه مش اروح اكسره مش اروح اه ممكن اروح اكلمه اقول له لا انت انت فاهم قصدي بس هل بتوصل لدرجة انه مثلا انت عندك معرض فني فهنلغيه لانه جالنا تهديد انت فاهم ما عرفش انت فاهم قصدي تحصل فعلا طب يعني عندك مواقف زي دي احنا في عملنا ما حصلش يعني ما لانه احنا عندنا حساسية جهد المواضيع ديت فما تحاولت راعي بردو ايو فنحاول نراعي يعني احنا صح مكان مفتوح بس في نفس الوقت مش مكان الاستشهاد يعني فلما نشوف حاجة فيها حساسية ولا فيها يعني اي مشكلة فبنقول لصاحب الصاحب الاعمال خليها على جنب نعرضها مرة تانية بس بشكل عام كان كان توصلنا تحديدات وصلنا يعني يعني اليمن يعني مكان تكتمع فيه كل الاراء المضطرفة يعني مش يعني فيما يخص الموقف من الفن يعني ممكن هتلاقي ناش بيقول لك انت مسوني انت صهيوني انت مسيحي مبشر فاديد الاتهامات كلها سمعناها وسمعنا يعني وسمعنا يعني وسمعنا تهديدات فعلية يعني بأنه حزة وجزة رأس فلان وعلان يعني وكان كانت مواقف مرعبة يعني في الفين تالتاشر كان واحدة من صديقات من زملائنا في العمل راحت على دولة اجنبية يعني مش اجنبية يعني قريبة مننا في القناة الافريقي فتصورت وهيا من من دون حجاب فنزلت الصورة كده طبيعي فشويا نشوف كامبين وولي سب واللي وخطبة الجمعة كلها كانت موحدة على البنت اللي خلعت الحجاب وكانوا كانوا عاملينه الليلة فبدأوا اول شي بالبنت بعدين بدأوا بالمكان يلي بتشتغل فيه البنت بعدين المجال اللي بتشتغل فيه البنت البرجال اللي تشتغل فيها البنت بعدين نشوف في تويتر الناس بيكتبوا يعني ويبين ايه هو توقيههم السياسي هو ما عندهم شوق السياسي وما عندهم توقيه ارهابي فحقيقة يعني هم ناس تفكيرهم ارهابي فكانوا يقولوا لنا يعني انطالب بحز وجز رأسه المذكورة ومدري ايش وكان بالنسبة لي يعني كان موقف مرعب جدا وكنا كلنا قاعدين في المكان مش عارفين نعمل ايه وسكتين بس كنا مستنين حد يجي يعمل فينا حاجة بس كان الغريب في الموضوع ان كلنا كنا نلوح كلنا كنا نداوم طبيعي ما كناش يعني كنا خايفين بس ما كناش مرعوبين لدرجة ان احنا ممكن نسيب ونروح فالدنيا في 2013 كانت سيبة قوي مش يعني انه دلوقتي مش سيبة بس يعني كانت اول سيبة قوي جدا فكان يجي اي حد ويقول لنا اي حاجة فحصل اليوم انه يعني قالنا كم حد كده قالو لنا مش مش حلو انه يصير فيكم حاجة ويقولوا احنا اعملناها فيكم يعني كانت تجربة مرة بس استمرينا وأكتر مرة يعني تحصل يعني أنه يقول عندنا ويقولوا لنا أنتوا بتعملوا إيه ولا أنتوا تابع مين ولا أنتوا بتدعمكم جهات أجنبية وما أنه بتدعمكم جهات أجنبية فإذا تفكركم تفكير غربي وإذا تفكركم غربي فإذا أنتوا مسيحيين ولا يعني تبشيريين ولا تتبعوا لتيار الصهيوني فدي نظرية المؤامرة بتطبق علينا 24 ساعة ومتعودين على الكلام ده طب هسألك سيئة بقى يعني كل اللي أنت بتقوله ده يعني يمكن نحن في مصر الموضوع مش مفاجئ لنا لأن نحن أنا زي ما أقولك شوف أن الموضوع ده يمكن طبعا مش بنفس الكوة يعني خصوصا أنه كان فيه ردة فعل برضو قوي من النحية التانية ولكن يعني نرجع مثلا بمصر 50-60 سنة الورى هنلاقي أنه لا يعني الموضوع ده ما كانش موجود تقريبا يمكن كان موجود بس يعني كان قليل جدا ويعني متأثر عيه خالص حتى فكرة أنه يعني هقولك ده يعلى كده يعني أنه مثلا الحجاب أصلا ما كانش منتشر أنت فاهم قصدي أصلا يعني كفكرة وغض النظر أنه هو خلص بعد كده بقى منتشر بس يعني لو رجعنا بـ 50 سنة 60 سنة الورى لا أنت عندك كان المجتمع متفتح يعني منفتح مش متفتح منفتح أكتر على الثقافات المختلفة على الثقافة الغربية الثقافة العربية الثقافة يعني وعلى الفنون أنت فاهم قصدي ولكن بسبب تأثيرات كتيرة وبسبب أحداث تاريخية كتيرة بدأ واحدة واحدة المجتمع يكون متحفز أكتر والأراء المتطرفة بدأت تزيد أكتر طيب اليمن لو رجعنا بيها لـ 50 ستين سنة الورى 100 سنة الورى ما عرفش يعني هل كانت زي مصر كنا المسأل زي مصر ولا مثلا العكس أن كانت أكتر تطرف وقلت ولا هي هي كان نفسه لما بقول التطرف أنا شو قصدي على اليمن كبا لا أنا قصدي فكرة التطرف كان منتشر ولا ما كانش منتشر أه أل ولا زيد ده بيعتمد على المنطقة اللي إحنا بنتكلم عليها لأن اليمن هي ما كانتش موحدة إلا في فترات قليلة جدا في تاريخها من الأيام القديمة من أيام الدولة السبائية فهي ما توحدتش إلا في فترات قليلة جدا فاليمن هي بلد متنوع جدا وكل منطقة بتختلف على المنطقة التانية فلو هنتكلم قبل 100 سنة قبل 100 سنة كان مثلا في مستعمرة عدن اللي كانت تابعة للإنتداب البريطاني كانت دي منطقة متفتحة جدا بس بالنسبة للمحميات اللي حواليها في الجنوب اللي هي 22 سلطنة دي كانت يعني نوعا ما كلها مناطق ريفية لحد بعيد معدها سلطنتين ثلاث كده بالكتير فبس كان اللبس كان حر أكتر يعني كان اللبس وظيفي وبيلعب دور في عمل النساء والرجال بيلبسوا لبس له علاقة بالوظيفة اللي بيشتغلوا فيها فلو هي شغالة في منطقة ساحلية فهي تلبس لبس ساحلي يعني تلبس لبس شبيه باللبس الهندي يكون مهوة يعني ليه وظيفة تساعدها في أنها تمارس عملها الزراعي بشكل مناسب ونفس الشي في المناطق الجبلية يعني يعني يكون اللبس محشة مكتر بس لأنه البرد يعني الهدور يعني في المنطق ده في بالنسبة للشمال الشمال كان معزول جدا بعد خروج الدولة العثمانية من اليمن الشمال كله تقفل يعني فما كانش حد يخش الشمال إلا في لحظات قليلة جدا فكان البلد معزول وكان في ده كمان يعني برضو في مناطق كده متفتحة وفي مناطق مغلقة والغريب في الموضوع أنه المدن أكثر انقلاقا من من الريف ده الغريب في الموضوع لأنه السلطة الدين في المدينة كانت أقوى بكثير من أقوى من الريف فالريف عندهم العرف هو أقوى من الدين في المدينة العكس طيب نرجع بقى تاني للقصة احنا نخلنا في سكة كده نرجع تاني للقصة اللي أنت كنت بتحكيها لي في الأول أنت بتشتغل في المجال بتاع الفن وفي نفس الوقت أنت قلت لي برضو أن أنت هاوي لتصوير أو بتحب تتصور من أنت صغير ما هي قلت لي حاجة غريبة جيد من أيام الكاميرا تناظرية كاميرا التناظرية يعني تناظرية تداد ترجمتها وطلعت لا أعرف أن هي أنا لج أصلا أنا أصور أنا لج على فكرة أنا بعد هوريك بعد أن نخلص هوريك الكاميرات بدأت فأنت بتصور من زمان جدا وتحب تصور إيه مثلا بوطريت أركي تاكتشور هو تفهم بنصدي بدأت التصوير من أيامة الكاميرا التنظرية الأنولوك فكان بالنسبة لي الموضوع هو فضول مش موضوع يعني مش موضوع أن أنا عايز أحترف أو كذا فكنت أنا بصور وأخواتي بصور وكننا بنصور مع بعض ونعمل حركات غريبة وأحياناً تطلع الصورة محروقة الفيلم وكذا فكان بالنسبة لي تجربة ظريفة وما كنتش أتخيل في يوم أن أنا ممكن أصور يعني بس بعد كده لما تطورت التكنولوجيا والجاد التليفون اللي هو السمارتفون كان بديت أجرب كده صور فمعنديش موضوع معين يعني أنا موضوع يمكن الصورة الشعرية يعني الصورة اللي بتحمل شعر فيها يعني مكنونها شعري فده المذهب اللي أنا بتمذهب فيه في التصوير فمالوش شكل معين هو يظهر في قطة يظهر في مبنى يظهر في شجرة أحيانا نصف شجرة وورقة يعني هو اه الشعور اللي جاني وقت ما أنا بصور وهل ممكن أن أقوله يعني ينتقل إلى الآخرين أم لا هي أكتر حيقة كنت بتحب تصورها في صنعاء أكتر حاجة كنت عايز أصورها واي او حاجة عايز أصورها كان شجرة الشجرة المش مش طبوة أي أكتر حيقة يعني عايز أو كنت حبيت أن أنت صورتها في القاهرة في القاهرة كنت عايز أصور القاهرة الفاضمية صورت؟ صورت آه بس ما صورتهاش زي ما أنا بشوفها يعني كمانا؟ يعني لسه يعني ما تكونتش علاقة بيني وبين المباني ما تكونتش علاقة يعني ثقافتي المصيض ضعيفة جدا فحيز أن أنت صورتها أكتر أكنك كسائح آه كسائح فعايز أصورها بشكل يعني كأنه في ترابط كأنه في connection between me and these buildings وده اللي مشكلة كنت عمال بصور كده بس ما مش لاقي يعني حاولت كده في ثلاث صور أربع صور خاركت بيهم واللي ليهم علاقة بحاجة واحدة اللي هو الحمام البراج الحمام ولا الحمام نفسه الحمام نفسه اللي هو بيطير يعني كنت بصور وربطت الموضوع به يعني عشان أتهرب من حكاية إن أنا ما خلقت لسه في علاقة من خلقتش مع المباني دي مع المباني آه آه فكان يعني بالنسبة لي حاجة مخيبة الأمل شويا إنه أنا معرفتش أخلق العلاقة دي بس بديت أكتشف إن أنا بديت أخلق علاقة مع المكان اللي أنا ساكن فيه اللي هو في الطوابق في كعبيش ده الهنجلها كويسة إنت فتحت الموضوع إنت جيت من صناعة أولا قبل ما تدي الكهراء إنت إيه البلاد اللي سفرتها قبل كده قبل الكهراء سفرت أنا كنت أنا مولد في السعودية أوكي مولد في السعودية وعشت فترة طفولتي بداية طفولتي كانت في السعودية يامنين كتير عشين في السعودية آه يامنين كتير كانوا مولدين هناك كانوا بيتعاملوا معاملتي السعودية أوكي بس تغير الوضع بسبب الأحداث اللي حصلت في التمانينات والتسعينات فتغير الوضع بس يعني رجعت اليمن وبعدين كان بالنسبة لي العودة لليمن كانت صعبة شوية لأنه ثقافتي كاملة كانت سعودية وما كنت أشعر في حاجة عن اليمن وكان عندي صعوبة في الاندماج مع مع أقراني مع أقراني يعني فكانوا يسمعوا لهجتي يسمعوا يشوفوا تصرفاتي فما بتعملوش معي بشكل كويس يعني لأنه بيشوفوا إنه ده شخص مش يعني بيشايف نفسه شايف حيا فكان بالنسبة لي يعني لمرحلة لحد ما عندي 12 سنة بديت يعني أكتشف تم دامج أكتر وتكتشف نفسك في اليمن طب إنت إيهل بالإيد اللي رحتها بعد ما رجعت اليمن تاني رحت مصر في 2013 وروحت أول بلد تروحها كانت مصر مصر آه بعد السعودية كنت أروح وأرجعه بس أول بلد رحتها خارج السعودية واليمن كانت مصر أوكي وبعدين كان لبنان ماليجا بعدين لبنان وبعد لبنان الأردن عاد في يوم كتير ولا بس كانت زيارات صغيرة مصر عاد فيها سبوع ماليجا عاد فيها سبوعين و... لبنان عاد فيها شهر و... شهر ونص يعني كان دي أطول مدة أطول مدة أه أطول مدة برا اليمن وكان... وكان كلما روح مكان يقولوا لي قاعد قاعد وأنا أقول له مش هاعد أنا أنا راجع وكان معنا الوضع حرب والوضع مش كويس وكل شيء وكل شيء بـ سيئة لا 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 أريح أنا اللي سوري أه... أوكي أوكي أعد 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 أوكي أرى أصد أه لا لا أرجع تاني أقول لي لهي الناس كانت على طول بتقولك أعد ايا كانت الناس بتقول كانت الناس بتقول لي أعد ما ترجعش اليمن اليمن في وضع ملخبط وانت مش مساهل تكون ترجع عليها وتعاني اللي بيعانوها الباقية فأقولهم يعني أنا مش فارق عن الباقية يعني أصحابي كلهم هناك وقاعدين كلهم يشتغلوا وأنا يعني زي الهارب يعني صحيح أن أنا جاي هنا عشان شغل بس في نفس الوقت أنا مبسوط وهم مش مبسوطين فلازم أرجع فأرجع وأنتكس بس أقول لك على حاجة بس يعني غريزة الإنسان هي البقاء والإن الواحد يبقى وينجح وإن تفهم قصدي فأنا طبعا أنا فاهم أنت بتكلم في إيه بس حد يجي يقول لك لا يعني إنت لو صحابك هجيت لهم الفرصة يسافروا ويسافروا أنت تفهم قصدي فأنت عمرك فكرت فيها بالموضوع ده أو حد قال لك لا يعني ما هو يعني طبعا هي شعور طيب وكل حاجة بس أنت في الآخر لازم برضو تعمل حاجة لمصلحتك آه ده شيء مهم يعني بس في نفس الوقت العمل اللي أنا بشتغله بحس أنه في مصلحتي لأن الخبرة اللي أنا اكتسبتها من العمل ده مش هلاقيها في مكان تاني وناحن لما اتعامل مع حاجة معينة ولا يعني في موضوع الثقافة والفن أحس أن أنا متمكن منه جدا بسبب أن أنا بشتغل في ده المجال بإرادة تامة مش لأنه أنا محتاج أن أنا أروح لمكان معين وأتوظف وألتزم بساعة عمل معينة فالشغل عندنا فليكسبل وتشتغل فيه بزم وضمير زم وضمير على أقولتهم فمعرفش يعني كان فيه شي بيقول لي أرجع ويعني معرفش أفسره كيف بس كنت كل ما أكمل السفرية بتاعتي أرجع وأنتكس وأقول لي أنا لي رقعت دلوقتي آخر السفرية لي كانت القاهرة أنت جيت القاهرة من ثلاث شهور من ثلاث شهور احكي لي بقى احكي لي بقى عن التجربة لأن أنت لما جيت قبل كده القاهرة في 2013 عط أسبوع جيت في وقت صعب جيت في وقت يعني في الوقت ده خصوصا الناس كانت تعبت جدا فأنت يعني أنا متأكد أنت لما جيت أنت شفت أوحش ما فينا كلنا كلنا يعني الناس كانت مضغوطة جدا بعد اليفوية كبيرة بتاعة الثورة في 2011 بدأت بقى الضغوط المادية تزنوا الناس كلها فطبعا والبلد كلها نفسها كانت مقفلة ما كانت شفيني سياحة كتيرة يعني أعرف فأنا متأكد أن أي حد جاء مصر في الفترة دي يعني ما شافش مصر يعني شاف شبح زي ما بقوله يعني أو خيال أنت فاهم عصدي فنسكيب 2013 يعني أكد أنك مش ما جيت هاش أنت جيتها بس الشيء اللي أنت شفته في 2013 غير مصر قبل أو بعد سواء 2013 أو 2012 يعني في الفترة دي الفترة الصعبة دي طب لما جيت من ثلاث شهور احكيلي بقى عن الكاهرة احكيلي عن مصر وحكيلي عن كعبيش بل أدمين وكمدينة يعني من ناحيتين تمام أول ما وصلت القاهرة في دلوقتي كان أحساسك إيه أصلا كنت تحسز أن هي هي بتاعة 2013 ولا لا أول ما وصلت حسيت أنها مدينة غير المدينة الأولانية لا قبل ما تيجي يعني أنت وانت في الطيارة أنت هتنزل الـ expectation آه ان انا هواجه ده 2013 بس 2013 يعني خلي بالك أن انا كنت صغير يعني كنت عندي 21 سنة وكنت الـ experience بتاعتي كامل كانت في اليمن فـ بس دلوقتي كان عندي يعني كان عندي تجارب أكتر مع مجتمعات مختلفة فـ وصلت القاهرة وكنت أجلب expectations بتاعة 2013 بس كمان تغيرت نظرتي لأنه احتكت بمجتمعات مختلفة فـ تغيرت النظرة بتاعة الشاب اللي جاء من اليمن ومش عارف حاجة فـ كنت مستعد للتجربة فـ يعني اللي حصل أنه بديت أشوف الأشياء اللي بتحصل بشكل مختلف تماماً بشوف أنه ده اللي بيسموه نصب هو مش نصب يعني ومش نصب هو عمليات أخذ وعطى وأنت وشطرتك يعني لو قلت لا خلاص تبت انتهي فالعلاقة دي علاقة يعني فيها مش بالغصب يعني ما حدش غصبك إن انت عمل ده الكلام ده ولا فـ يعني خلاص طول ما بتقول لا خلاص كل شي مش طبيعي مش مش هتلاقي أي صعوبات مستقبلاً فـ وصلت على مدينة كبيرة قوي مش مستكشفها في 2013 ما استكشفتهاش كويس مدينة متنوعة جداً فيها كل الناس من كل الأطياف من كل التوجهات من كل مختلف الأساليب التعبيرية في اللبس في التصرفات في الكلام في تلقى اللي بيتكلم إنجليزي 24 ساعة تلقى اللي ما بيتكلمش إنجليزي خالص فيها اللي بيتكلم مخلط فـ كان بالنسبة لي ده شي متهشي جداً وتشوف واحدة محجبة جنب واحدة مش محجبة وواحدة منقبة جنب واحدة محجبة والناس لابسين كل واحد لابس بطريقته الخاصة وطريقة تعبيرهم حرة جداً يعني وده أتهشني وأتهش لهم رفقاتي اللي كانوا معايا لأنه كان بعض اللي كانوا معنا كانوا مش أول مرة يسافروا فده أول شي أتهشنا كلنا وكان يعني ده أول انطباع يعني ده أول انطباع كان قال عندي بعدين بدينا نتعرف على المدينة وكل مدينة يعني المدينة هي مجموعة من المدن يعني مش مدينة واحدة يعني وكل مدينة فيها ليها كاركتر خاص ليها سنتر خاص بيها وليها نسها وأساليبهم يعني داونتارن كايرو مش زي المعادي مثلاً ولا المعادي مش زي التجمع والتجمع مش زي مدينة ناصر وكل واحد عنده كاركتر خاص فكان بالنسبة لي ده مدحش قداً والخيارات الوسعة قداً يعني مش حتى الخاص في القاهرة يعني لو عايز وسترن لايفستيل يوالفسترن لايفستيل يوالفسترن فرنيتشور وسترن أركتكتشور وسترن كولتشور اورووحيس طارم لازمTER اعتقد انها مشكلة مع كل اليمنيين انهم اردان باكلهم و hug lit ووابهم للشاته بداعتهم. في القاهرة ما واجهتش الصعوبة دي يعني ما يعني يعني اروح لأي مكان وكل حاجة متقربة جدا يعني. يعني وحتى لو ما فيش حاجة معينة ممكن اروح لمحل عطارة يمني وموجود وكل شي موجود. فما بحسش بغربة والمصيرين ما بيعملوش الناس بغربة. وده دي ميزة كويسة جدا يعني مش ما لقيتهاش في اي من حتة تانية يعني في في لبنان كنت احس بغربة يعني. احس ان انا يعني مش مش زيهم. بس في مصر انا بحس ان انا زيهم بس بتكلم باللهجة غريبة يعني. بس اقولك على حاجة يعني مصرين كتير كتير جدا يعني تلاقيوا ان هما في الحقيقة بحسوا ان هما بغربة وصفية في بلدهم. بغربة في اي غربة مجتمعية. اه انت بتكلم نفس الكلام بتلبس نفس اللبس اي ان كان اللبس يعني بتلبس نفس اللبس في الدايرة اللي حواليك يعني شبه الناس اللي حواليك شبه كل حاجة. بس في ناس بتحس بغربة غربة فكرية غربة مجتمعية خصوصا لما انت تبقى مختلف عن الدايرة اللي حواليك. احنا احنا في القاهرة عندنا فكرة الدواير يعني تلاقي ان ايه يقولك ايه اه مجموعة من الناس شبه بعض مستواهم الاجتماعي متقارب مستواهم المادي متقارب سواء اه يعني فوق او تحت انت فاهم قصدي او في الوسط اه بس دايما بقشبه بعض انت فاهم قصدي ودايما الدواير دي بتحمي بعض يعني انت يعني زي الماصرين بس اه يمكن يعني محسنتش بغربة بس انت بس فكرة اللهجة هي المختلفة بس حسيت نفسك اقرب لانهي سيركل ولا اه ولا ولا كل ولا سيركل كلها. وما صحابي بيقولولي انت داخلك اكبر جوازي بس بس محصلش فرصة. فانا قعد بقولهم تعالوا ننقل المعادي. ننقل المعادي يا جماعة انا عايز المعادي عايز عايش في المعادي. قولوا لي ليه المعادي اقول لهم هذه المعادي هي نص كده ونص كده يعني لهي مش شعبية جدا ومش فخمة جدا. اه. فبس بالنسبة للروميتز بتاعتي هما بيشوفوا ان المعادي منطقة بعيدة جدا ومش مناسبنا كلنا يعني احنا مستوانع على قدنا. فبس بانا بقول لهم تعالوا من جهة الكورنيش. اه. ده ارخص شوية. تعال المترو قريب. التكاثيم موجودة يعني والميكرو باس موجود كمان برضه. اه. يعني هتطلع باربعة ونص توصل وسط البلد. اه اي اي. فهما يقولوا خلينا في فيصل يا حبيبي ما تروحش مكان مش 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 ادو يعني. فبحس ان انا يعني يعني اتمنى ان انا اكون من من بتاعة المعادي يعني في قرارة نفسي. عشان اكون صريح معك. بس من طب ليه مسلا مش الزمالك? زمالك اه لا. لا بغض النظر على ان الزمالك غالية جدا ومرلقنا على انت بتقول انا نفسي ابقى في المعادي طب ليه مش زمالك سيركل زمالك. اه ا اه برجوازين اولي اه ازياد عن نظر يعني انا داخلي واحد برجوازي بس برجوازي على قده يعني. برجوازي متوضع. ميه متوضع. في المعادي انطقة اتناسبني يعني شوائي. فيها ال البرجوازي البرجوازي العالي جدا وفيها البرجوازي اللي هو على قده. طب ايه رايك في التجامعة الخامس? تجمع الخامس يعني قول قول يعني it's plastic very plastic يعني plastic it's cemented وكلها compounded وما بتعجبني رأيي أن أنا مستحيل أسكن في التجمع إلا للضلولة القصوى يعني لا يعني أنت لو عندك القدرة المادية أن أنت تسكن في إيه حتة في مصر تسكن في تجمع لا حتى لو ترك تسكن في فيلا بسين مستحيل خالص مستحيل خالص يعني ما بحبهاش يعني يعني يمكن أكتر حاجة بحبها في التجمع هي إيكيا فروحنا اليوم إيكيا فقالسين نتفرج أنا واتنين صحباتي فقالسين نشوف الأساس وبنقول عايزين ده عايزين ده عايزين ده وبعدين بشوفهم بقول لهم يعني يعني أنتو عايزين كل ده وإحنا جايين لهنا باص ماريوطية يعني يعني خلو بلكو يعني إحنا نحلم بس نحلم بيعني على قدنا على قد الإيد يعني إحنا نشوف ونمشي ونعمل يعني 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 أنا اشتايت ده وشتايت ده وشتايت ده وخرجنا بس إحنا مشتايناش حاجة طيب هسألك نرجع تاني الموضوع الكاهرة احكي بقى كعبيش 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 أنا بحبها جدا إنت ساكن في الطابق في الطابق في الطابق اللي اسمه كعبيش وبحبه جدا لا يعني اشرح لي بقى إنت خلاص جيت ونزلت وبعدين رحت احكي لي أول مرة رحت كعبيش و إنت زي بتحمل يعني إش راي علاقتك بيها لأن ده أكيد علاقة كبير كانوا أهلي بيقولوا لي روح للشقة بتاعتنا في مصدق في شارع مصدق فما يعني كنت رافز لأنني كنت بحب كعبيش جدا فا لا بس ساكن انت أول مجيت من اليمن لسه ما كنتش شفتك عبيش ايه ما كنتش شفتش كعبيش طب احكي لي بقى أول مجيت أول مجيت وصلنا والدنيا ضلمة والساعة كانت اتناشر واحدة بالليل تقريبا يمكن لا يمكن أقل يمكن أقل كانت عشرة تقريبا فوصلت فبشوف الأستنصير كده شكله غريب قوي ويعني مباني كبيرة وعالية جدا ويعني في اليمن دي حاجة غير مألوفة ومش معروفة جدا مباني عالية مباني عالية من أبو 12 14 دول 12 دول يعني نادرة جدا موجود بس يعني معدود بعدد الإيد يعني بعدد الصابع الإيد عفوا فبيقول لي فبيقول لي يعني بيقول لي المبنى الكويس والشأة كويسة والمنطقة كويسة فروحنا شوفنا المنطقة المنطقة كويسة بس مش كويسة قوي يعني فبس ما يعني خفت شوية لأنه لسه على دخلة كده مش مزافلتها ومكان المباني فيه متقربة جدا وطلقنا الأسنصير فبشوف الأسنصير يعني الباب ما بتقفلش يعني الباب ما بتقفلش وبشوف الطوب قدامي وبحس إنه الطوب ده سوف فريجايل وممكن المبنى ده يواعى في اللحظة فيعني كان بالنسبة لي ده يعني ده كان تخوفي الأول فبصلنا للشأة الشأة كويسة يعني والأساس فيها حديث نوعا ما بس يعني وظيفته مش بس أثاثة كويس فقعدنا اليوم الأول فكنت أقول لهم عايزين ننقل لسه ما شوفتش آه انت أول يوم كارح بقى فأي وكنت أقول لهم عايزين ننقل بقى قولوا لي لسه ما شوفتش المنطقة فقلت لهم عايزة ننقل ما ليش لعوانا عايزة ننقل فبعدين قلنا خلاص خلينا نمشي الشهر ده ونشوف ازاي كل شي هيحصل ونبدأ نستطلق المنطقة فنزلنا فبشوف كل حاجة جنبي يعني السوبر جنبي اللحمة جنبي كلها جنبي فأقول دي أدفانتج دي أدفانتج يعني ممكن تكون في صالحي فروحت لمحلات التصالات كلها جنبي وبديت أشوف الناس وكيف بيتعاملوا صاحب الخضار ازاي بيتعامل معايا وكيف بيعلمني أحيانا فيه أشياء ما ما كنتش بعرفها بحكم إنه في اليمن إحنا بنعيش مع أهلنا ما بنعيش لوحدنا يعني ففيه أشياء نحن ما بنكونش مركزين عليها خصوصا في مسألة اختيار الخضار والفاكهة فالخضار جي بيقول لي أعمل كده لا تعملش كده فبيديني نصايح والفاكهاني بيقول لي نفس الشي اشتري دي البرتقانة ما تشتري بيخليك تنقي بيخليك تنقي بيخلونيش والله بيخليني نقي والله يخليني نقي بس للأسف يعني كعبيش على قد ما هي بسيطة وحركية بس الحركية دي بتضرب المحليات برضو يعني بتشوف محل فجأة مش موجود إيه دا ليه؟ يعني كنت بشوف محل بتاعة الفلاخة الجزارة آآ آآ فرارجي آآ فرارجي آآ فكنت روح لعنده أشتري وفجأة أدور عليه ما بشوفوش راح فين؟ هو راح فين وفين اختفى فتبخر يعني أفل أفل آآ أفل والمحل بتاعته تغير تماما يعني آآ حولو حاجة تانية خالص فكنت بقول أنا أنا تجنت ولا إيه؟ يعني هو والله كان هنا في يوم وليلة يعني يعني ما بشتريش كل يوم يعني فراخ بس آآ يعني على مدى أسبوع وكذا في يوم وليلة روحت بعدين في أسبوع ما لايتوش آآ والفكهاني نفس الشي يعني كان مشيت لعنده المرة أولانية بعدين بقول لصاحبي الرومت بتاعتي بقوله أنزل وشوف الفكهاني هو في أخر الشارع هتشتري من عنده فبيقول لي ما فيش فكهاني بقول لي والله العظيم في فكهاني يقول لي والله ما فيش فكهاني يقول لي يقول لي جيبي لي الديركشن صح أباقول له والله بعد الساحة اللي قدامك تعدي شوية هتلعى الفكهاني يقول لي والله ما فيش فكهاني أخش في مشكلة تخاني أنا وصحبي على حاجات ورختوا في الأخير مليتش الفاكهاني. ما فيش فاكهاني. ما فيش فاكهاني وكان صح ما أنا كنت غضط. بس يعني دي بتمشي بسرعة يعني في كل شيء يعني في يعني التكاتك تمشي سريع تعكس الخط. بس عكس الخط ده احنا متعودين عليه في اليمن لأنه عندنا الموتوسيكل بيعكس الخط. فأنا متعود على ده. بس كمية التكاتك كبيرة جدا. بعض الوقت انهم يتعودون بالتكاتك. انا عادي عادي. محيرة. حتى التكاسب لأصحاب التكاسب يقولولي كعبيش مش حخش كعبيش. هتراحك في التوابق ويجيب لي كم حقصوم عليك كذا مبلغ. وما تدخلنيش كعبيش لو سمحت. فبقول لهم والله مش سيئة للدرجات دي يعني. يقول لي لا آسف كعبيش مش حخش ياه. طب انت اتكلمت عن المكان نفسه. المنطقة اللي هناك. المحلات وكذا. طب الناس بقى جرانك. اه الناس اللي تعرفت عليهم هناك. اه يعني. اه يعني. اه انت بتكلم في الاول ان ان انت كنت كت كرهها جدا. عايز تمشي اول يومين ثلاثة اول اسبوع. بعدين. اه لما انا اصلا اقول ما اجبتلك كسير كعبيش هو طيب احباه جدا. اه. ما اللي حصل? اللي حصل انه اه يعني. بحس ان انا مش بتكلف في كعبيش يعني. مش مش عامل حساب لله. اه. دول حيقولوا علي ايه. ولا دول حيسألوني ايه ولا. ما 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 بقلاش من من النقطة دي. يعني. زي ممكن تكون فائحة حتى غير كعبيش. ايه. ايوة. يمكن. بس في كعبيش دي ابسط يعني. والناس عمالة يعني. 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 بحسها زي اليمن كده. يعني. فيها البساطة بتاعت اليمنين دي. اللي هي. يعني. ايا كنت. يعني. سواء كنت غني في كعبيش. ولا فقير في كعبيش. اه. بيتعاملوا بنفس الطريقة. اه. فبشوف حد غني في كعبيش. بيتعامل معي كأنه. كأنه زي اي حد تاني. فا. ده بيريحني جدا. وبتعاملوا معي على ان انا مش اجنبي يعني. في الحد بعيد. احيانا تحصل انه. الجزار. يعني. يعني. غلطني في حاجات بسيطة. بس. بمشيها. بعديها. متفشوش. تقول له. اه. اه. هو هو بيسمع لهجتي. فبيبدأ يقول لي. انا ما قلتش ده المبلغ. انا قلت المبلغ التاني. يا سلام. اه. فما ما عرفش. يعني. قل له. قل له علي. انا برضو. اه. ما عرفش. ادي ايه يعني. بس يعني. اعمشيها لي. بس. ما بتتحاملش معا مرة تانية. وخلص. اه. اه. بالزبط. فا. ولان الخيارات واسعة. فممكن تروح لسب. المليون عن في جزار تاني. اه. بزر. طيب. اه. كلمنا علي كعبيش. اه. انت برضو كنت قلت لي حاجة من الحاجات اللي. اللي عايز كلم عليها اكتر هي. المناطق القديمة اللي في الكاهرة. اه. اتكرمت شوية اه. اه. الكاهرة الفاطمية كان نفسك تصورها. اه. 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 ايه تاني يعني. انت ايه تاني. اه. هل زورت. اه. هل زورت. اه. حتى تاني غير الشارع المعايز والكاصبة. اه. الشارع المعايز كان. بالنسبة لي اول. اول تجربة لي مع. مع القاهرة الفاطمية. وكان بالنسبة لي اهم. تجربة بالنسبة لي. لانه. يعني. بيحمل تاريخ مشترك بنا وبين مصر. فالتراس الفاطمي هو مشترك. ويعني. فدي بوابة ان انا ابدأ افهم. الاستمرارية. يعني. صح انا بحب. بحب اشوف الاهرامات. بحب اشوف الاثار اليونانية. والحاجات دي. بس. الاثار الفاطمية والاثار الاسلامية. لسه ليها امتداد. دلوقتي. في. في. الثقافة المصرية. فده بيساعدني. ان انا افهم. الاتمسفير. المصري. الحقيقي. وال. وحتى اللهجة المصرية. القاهرية. الاصلية. يعني. فالمناطق العديمة. هي بتحمل ده كله. بتحمل المعلومات دي كلها. فابتدت بال. بشارع المعايز. بعدين. بتدينا نروح للدرب الاحمر. والمناطق اللي جنبها. مسجد الرفاعي. والمساجد اللي جنبها. بس انت عارف ان مسجد الرفاعي مش. مش فاطمي. لا ده لا فاطمي ولا مملوكي ولا حاجة. ده حديث. حديث جد. اعرفت اني سنة كام? سنة كام? فكرته كلها. من الكلم على الف تبنمية حوالي. الف تبنمية تاسعة وتمانين. تقريبا. نسبالي قديم. او لا لا. الف تبنمية حاجة وستين. الف تبنمية حاجة وستين. ده ايه ده فكرته. انما انتهى. فدل لحد مثلا تلاتين اربعين سنة ما بيخلصش. اه. اه. اللي كانت عايزة تبنيه هي خشار هنم. اه. ام الخديوي اسماعيل. اه. خلص امت بقى? خلص اه. في عصر عباس حلمي التاني. اه. في اول القرن العشرين. يعني نتكلم في مثلا عال تسعمية و يعني عشر الف مش فاكرة بالضبط كان. بس كان في اول القرن العشرين. انا بالنسبة لي الفاطمي احلى. يعني. والطراز الفاطمي هو الطراز مبني على الرموز والرقام سبعة ورقام خمسة وثمانية. اه اه. ففي لغز يعني. ام. فكنت كنت عمال بصور وبقول لوحدة صاحبتي فبقول لها ده بيقول يعني مكتوب كذا ومكتوب كذا ومكتوب كذا عشان ليها رقم خمسة وتليها محطوط خمس مرات. اه. في حاجات ما اقولها سابعة او في حاجات ما اقولها ثلاثة. يعني عاملين تمانية اتناشر. ام. فبقول لها ده معناته كذا وده معناته كذا وده معناته كذا فهي يعني عمالين بنتكلم. فواحد في الشارع عاد فبيقول لي يعني ده احنا بنواقه ده الكلام في اليمن يعني. احنا بنواقه ده الكلام في اليمن يعني. فكنا يعني مش تعلانين بس الناس وقفت معنا وعملت تعيط. الله فبشوف اليوم بقول لهم يعني خلاص ما فيش ما فيش داعي ما فيش داعي انه تكبروا المشكلة خلاص احنا متعودين على الكلام ده يعني ممشينا. ده ده جزء من المشاكل اللي ما خلطنيش اشكل علاقة بيني وبين المبنى ومرة تانية كنت قاعد ببصور في جامع الانور. اللي هو جامع المعايز نفسه. يعني عايز اعمل حركات كده في التصوير في جاني عائل صغير بيقول لي انت بتصفر ايه? قليني تلف هناك. الله الله الله. قليني الموبايل. طلع الموبايل. فبقول له يعني يعني انا مش بصور حاجة غلطة يعني انا بصور جامع. وانت في منطقة سياحية اولى. منطقة سياحية. اه. فقلت له ما بصورش حاجة غلطة يعني بس كنت في موضع ان انا مش مش عارف انا كيف اتصرف. وكان ده بشكل لي مشكلة يعني كان يعني عامل لي دوشة في راسي يعني. فقلت له خلاص انا ما هوريك. وريت عائل صغير الموبايل بتاعتي. اه. ووريها الصور. اعمل اعمل اه بوري حد عمره عاش سنين الصور بتاعتي في التليفوني. ايه اوجه التشابه واوجه الاختلاف ما بين المادنتين. ايه الحاجات البرزة ايه. الحاجات البرزة اللي هو النظام الاداري هو كلهم زي بعض. النظام الاداري الحكومي كله زي بعض يعني نفس التسلسل نفس الهرمية نفس. عندكم برضو مدام عفاف? اه مدام عفاف بتاعتي العباسية. انت اتعملت مع مدام عفاف بتاعتي العباسية? لا مشهورة جدا. اه كمدام كفكرة امرأة دي لا دي عبره للأجنس. دي عبره للأجندرز. اه. يعني مدام عفاف ده راجل ولا ست يعني. اه اه ملهاش علاقة يعني. اه ملهاش علاقة. فا يقوموا الصبح اه يعني يدوموا ع الساعة تسعة ع الساعة ثمانية و. معنش هستحى منفطر بس. اي 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 يفطروا يفطروا ساعتين. اه. وبعدين بعد الساعتين ييجي اداني الظهر. فيروحوا يصلوا يصلوا ساعة. معنش هستحى منصليك. تهجد. وبعدين الساعة الاتنين خلص اه انتهى الدول. يعني. اه انت عندك مسلا ويندو خمس زي بالزبط تقدر اي اه اه. 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 تخلص فيها مصلحتك. اه بالزبط. يعني بالنسبة لي المعاملة الحكومية هي اسوأ حاجة ممكن. ممكن خب بيها فدايما احاول اتجنبها يعني. اه اه. يقولوا لي معاملة حكومية يقولهم يعني شوفوا لي اي حل تاني. ويا سلم بقى لو انت مضطر ان انت تروح في رمضان تخلص حاجة حكومية. اه. معنش هستحى صلاح في رمضان يا انا انا صايم كأن احنا مش صايمين يعني. اه معنش صايم الدنيا صيام. اه. دنيا صيام يعني. عدوكم برضو مضوات دنيا صيام. دنيا صيام والنفس ديء وبيزعله من اقل كلمة. اه. اللهم انني صائم. اللهم انني صائم. بتمنى على رب العالمين ولا ايه يعني. فانت عندك الموضوع بتاع اللي هو الحكومة والرطب الوظيفية دي دي موجودة. ايه تاني. اه. الحاجة التانية اللي هي البساطة يعني ما ما بتحش بتا 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 اه. الا لو انت روحت التجمع الخامس. التجمع الخامس. بس يعني في كهبش لا. طيب الاوجه طيب تشابه الاختناف في في العمارة. الميزة انه القاهرة عندها انماط متعددة يعني. يعني النماط متعدد. وكل نماط يعبر عن حقبة معينة. بس في اليمن ده التعبير اقل بشوية يعني. يا اما حديث جدا يا ما قديم جدا. يا حديث جدا يا قديم جدا والقديم جدا كله متشابه. والحديث جدا هو يبتدي من يعني حسب المعمارين بيقوله من البوهاص المصري. اللي هو دخل بعد الاتنين وستين. ويمتدي الى البناء الحديث اللي هو خليط بين البناء التقليدي والبناء يعني والبناء اللي مشهور في الخليج يعني. فالبناء التقليدي هو بناء وظيفي بدرجة اولى يعني وبتعامل مع مع البيئة. وصديق صديق من البيئة وده الشي انا لاحظته في البناء الفاطمي يعني اللي انا اللي انا دخلت خشيت وسط المباني بتاعته وشوفته يعني التهوية عاملين حساب للتهوية عاملين حساب لل للاضاءة عاملين يعني كلها طبيعية كلها مية بالمية يعني 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 نسبة للتلوص يعني توقع يعني قليلة جدا. وفي اليمن نفس الشيء العمارة التقليدية هي بتعمل اعتبار العملية وعملية البلودة والسخونة. لانا ما كانش في رفاهية التكييفات ساعت اخد بالك. فكان لازم يعملوا كده اما الناس ستموت يعني. انت كنت قلت حاجة اه اللي هي فكرة ان المباني التراثية في اليمن بتواجه اه حاجة مشابهة لللي بتحصل في كهرة حاليا في اللي هي التوسيع والتحديث والحاجات دي كده. اه طب ايه اساسيات الحياة الحديثة مش موجودة. فاللي حصل انه كانوا متحمسين لدرجة انهم بداوا يكسروا كل حاجة قديمة. بدأوا يطوروا يعملوا المباني الحديثة ديات. فكان في مخرج إيطالي وا اعتقد اننا انتعرفه يعني اسمه بازلويني بير باولو بازلويني. اه طبع. وهو فقال لليمن وصور في اليمن فصور فيلم زهرة ألف ليلة وليلة لكن في نفس الوقت كان يرى هذه العملية تحصل فصور فيلم اسمه جدران صنعاء فيلم جدران صنعاء كان مناشده لليونسكو بانه يوقفوا الناس من انهم يعملوا اللي هما بيعملوا دلوقتي ويوقفوا الحكومة اللي كانت في الزمان داك ويقولوا لهم يعني يوقفوا هنا ما تحدثوش اكتر من كده طيب اخيرا اخر حاجة بقى اسألك عليها هي انت قلتلي انت دلوقتي في الكاهرة علشان بتحضر للايلتز علشان عايز تعمل الدراسات العولية بتاعتك تتبع اللي صريعا كدا你 ايه اللي بلانز بتاعتك ومافيش بلان معينة المافيش بلان قام بالبسطرة وقال المفكرة هينو عندي خبرة في المجال اللي انا اشتغلت فيه كبرة طويلة جدا I want to elaborate this and to to see where it goes on the next phase I I thought that I should decide but I cannot decide inside of a war zone because we are always thinking of ان انت بيفعش ان انت جو منطقة فيها سراءات كتير جدا ان انت تحاولت ما بتفكرش رسولي الاساسيات مش موجودة الاساسيات مش موجودة يعني انت بتهم المية والكهرباء والاكل وازاي حتعمل كده وازاي حتعمل كده ولو عملت كده حيقوله كده فتخدت القرار الصعب اللي انت كنت شعيز تعمله اللي هو انت خلاص بقى لازم تطلع من السرعة عزيز يعني it's a huge pleasure actually يعني having you في البودكاست the pleasure is mine لا بقد فعلا انا استمتعت جدا 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 بالكلام بتاعك سواء في البودكاست او حتى قبل البودكاست thank you so much thank you so much the pleasure is mine وازمنا عود معك زيادة ونتكلم اكثر بس يعني كل حدثين حديث يعني ان شاء الله ان شاء الله قريب تطلع تيجي في البودكاست ان شاء الله thank you so much اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة